أنت شبيه الملائكة أيها الذاكر وهذا فضل عظيم أيضا من فضائل الذكر العامة أن مصاحبه في معية الله ومعية الله عز وجل نوعان معية عامة مع خلقه جميعا المؤمن والكافر الطائع والعاصي البر والتقي الفاجر والشقي وهذه المعية معية عامة أن الله معهم يطلع عليهم يسمعهم يراهم أن الله عز وجل يعلم أحوالهم طيب وهذه تدعو للمراقبة وهو معكم أينما كنتم لازم تخاف منه طيب هناك المعية الأخرى وهي خصة بالمؤمنين وحدهم وتتفاوت بين المؤمنين يعني الذين يذكرون الله ذكرا كثيرا معيتهم تختلف عن الذين يذكرون أقل الذين يواظبون على الطاعة ويحرصون عليها في أكمل وأحسن صورها معية الله سبحانه وتعالى لهم أعظم من معية الذين يقلون عنهم في الطاعة درجة أو درجات فالذاكرون الله عز وجل الذين يدومون على ذكره هم أهل معية الله الخاصة اللي هي معية الله بتوفيقه ونصره وتأييده معية الله عز وجل بأن ينصرهم ويعزهم ويكفيهم ويؤويهم بأن يغفر لهم بأن يثيبهم هذا ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي صح عنه قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه يب الذاكر الله معه ينصره ويحميه ويكفيه ويسدده ويؤويه ويؤويه ويوفقه ويثيبه ويجزل له العطاء أنا ما أعدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه حرك شفتيك باستمرار بذكر الله عز وجل ويستفاد من هذا الحديث أن الله عز وجل أسرع بمغفرته إلى الذاكرين الله وأن الذاكرين الله هم أرجاء الناس لثواب الله عز وجل ولمغفرته وذلك أنهم معه لا ينسونه ولا يغفلون عنه وفي بعض الأحاديث أن الله عز وجل يذكر في ملكوته من ذكره في الدنيا مع الناس ويذكر سبحانه وتعالى في نفسه من ذكره في نفسه وهذا شرف عظيم أن اسمك عند الله عز وجل يتردد في السماء وعند الملائكة والحديث مشتهر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم ينادي علينا ربنا يا ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي اذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير منهم والحديث بلفظه المشتهر يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم معنى الكلام ده إيه أنا معه إذا ذكرني عرفناها فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يعني كيف تذكر الله في نفسك ذكرني في نفسه يعني في قلبه تفكر وإن كان بعض العلماء ما بيحبش يقوله هو يسمه تفكر الذكر لا ينطلق عليه ذكر زي ما حيجلنا في خواعد الذكر في الجزء التاني إن شاء الله إلا إذا تحركت به الشفتان اللسان والشفتين يتحركهم ده لابد حتى يطلق عليه ذكر إنما لو بس انت قافل بؤك كده بس قلبك حاضر مع الله ده اسمه فكر تفكر بس خلينا ناخد الرأيين بقول إن ذكرني في نفسه يعني في قلبه دون أن يحرك شفتيه أو إن ذكرني في نفسه يعني حرك شفتيه بذكري حرك اللسان والشفتين دون أن يسمعه أحد من الناس لتنين صح بس التانية هي الأقرب إلى المعنى اللي هو في السر يعني بس لسانه وشفتيه يتحركون ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ذكرني في ملأ يعني قعد في المسجد وده بيصلى نبه الصلاة وده بيذكر الله وده كذا يبه هو في ضمن مجموعة من الناس إذن يكون ثوابه عند الله تبارك وتعالى ثوابا عظيما وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الذكر العظيم أيها الإخوة الأحبة ينبغي أن نعلق وأن نؤكد بعض الناس يستدل بتاعت إن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم إني يعدوا مع بعض ويقولوا اللهم ياسوء ويقولوا مع بعض لا هذه صفة لم تحصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمنا وهو الذي أخبرنا بأن الله يذكر في ملأ من ذكره في ملأ لكنه لم يفعل هذه الطريقة فخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاذكر الله في الناس وإنت الوحدك وده بيذكر وده بيذكر وده بيذكر إذن أنت في ملأ فالله يذكرك في السماء أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعونا أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنوار اذكر إلهك للأذكار أسرار لا تنسى ربك فالأذكار أنوار